اشتركوا في القناة 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 شوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل جمعا اشتركوا في القناة داري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثائر اشتركوا في القناة 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 كل مهرجان أي شيء كان هو سباق هذه الأمور موسيقى موسيقى كل ما أنخابر عليك وقيت لي بها ذا المكان والتمام موجود موسيقى نحن نقاعدين في المطبخان جيرانا موسيقى أتغدى ثائر وكمل وطب سباح لبس ملابسة ويريد يخرج بوس لي مدري شلون سأل فوياي سأذهب بشياء الله سأرجع معنا أخير قال له يا أبو والله قلبه لا يكشل عليك قال له يا أبو ماكو شيء هذا هذا المطمئ لتنا على علي المدني يريد يروح للكوفي الساعة بثلاثة النص نبت عليه أخته قالت له ثائر التثريد السوق قال له يا أنا سوق قالت له يا أبوه دعوا في سياقه يا معود أنت بالك خلق قال له أبوهما ما يعرف يسوق بالدوانية من يصعد بالسيارة عباله هو بغضا للمنصور طاير بالسيارة جيراننا قاعدة عدة جير جير تايب ووستي ماذا لون بلايذ بالحسين ولايذ بالعباس قال له قالت له يا خالة أردى سؤلفوا ياك قال أقولي قالت يا خالة خيك ما عدة هديمات وهذا الشتي قال هصار إن شاء الله أرجع بخير ويدلل طلع ثائر بووسي بووس أخته طلع ثائر ووقف شوية من الطباخ طلع قال للولد قاله ثائر طين السوج قاله لا أنا سوق الساعة بثلاثة ونص طلعت وراء طلع لانوخته وراء والمرأة قاعدة عدة طلعت وراء المرأة وصلت يا من الباب الساعة بالأربعة صارت الضربة قلت له يا يا خيه وعلى هذه الضربة صارت بقلبي قلت له يا دستك تبتها على المظاهرين قلت له يا دستك تبتها بالتظاهر وين وإحنا وين قاعدت راسل بالباب قال الله شاهد لا سبعت ولا دريت ولا كل شيء بس قال لي لازم قلبه بيدي فطلعت وصلت لي الكوفي خليت موبايلي على الشحن وطلعت فما أدري تقريب رجعت في الخمسة ونص الثلاث ثلاث فوصلت للباب الكوفي لقيت الكوفي مزدود أجي صاحبي أبو المحلي بصفي قال لي أقل لك شين هالخبر ثار طاقي عليه فأنا ضحكت يعني هس أنا ثار عفته بالبيت البيت متفاجئ أجيان الثاني قال له ما لكي روح وراء عباس لي الكوفي عباس اللي يشتغل ويانا يعني كل ظني أنه عباس متعور أو شيء فوصلت الباب للمستشفى واللي الفاجئ أكثر أنه بره على الصيف التشباه العالم هيش صايرة وكلها عرف فما أخلونا أدخل فأنا شغلة يعني ما مقتنع بيها أصلا ولحد هذا اليوم أرد أدخل ما يخلوني بس خلفتهم شو الموضوع قال أولا ثار متعور قلت له هسا ماكو مشكلة بس خليه يدخل فدخلت تدخل انت شيء ما مقتنع بيش ثار عبوي أنا ثار قبل شوية عايفة كل شيء ما بي يعني ثار بذاك جماله وأناخته وعطره وترتيبة شوف ثار ملافزه مشققه ومقطع جسمه مقطع والله هي بالبداية كخبر إصابة يعني مشكلة بحيث أنا مريت على مكان الحادث وكان ثار بعدها ما رافعينه بس أنات جاي من سفر يعني والسيارة ما أعرف لأن كانت مو سيارة ثار وكان كل ظني بأن يعني حادث سير ماكو عبوي لأنه خلص وقتها مو هذا وقت العبوي من زمان يعني من أيام الطائفية ما طائفية خلص بعد وقت العبوات وأيام الاحتلال ضرب فوصلت للبيت أتصل علي عبير ابن ابن عم ثار قال لي ثار انظرا وأنا كل ظني بأن الحادث بسيط ورحت وكنت على يقين بأن ثار يعبرها لأن ثار نسوي خير للناس هواية وحتى من أسئوله في مالكة قال ثار يعبرها لأن عنده هواية أشياء نسويها بس سبحان الله هوا هذا أحد يومه وصار واحنا كنا بيوم يعني بيوم استشهادة احنا قبل ساعة احنا كنا موجودين بالباب وكان على أساس النقلة يمكن يذكر عن بثار المحافظة كربلا وكان هناك ما حصلنا سرير هناك بالمستشفى الكفيل كانت الأسرام قطة سبحان الله أرادة يعني أرادة الله يعني بأن يكون هذا هو أحد يومه الحمد لله وشكر يعني قدر يحصل لي هو يريده قدر يخلد اسمه بالمدينة قدر يرفع اسم أهله قدر يرفع اسم أصدقائه يعني نحن كأصدقاء فخورين يعني نفتخر بأن احنا ثار هو صديقنا وصاحبنا وزاد وملح وبيناتنا واستمرت الأمور وبعدين احنا وصلنا إلى 15-12 كان هو هذا الفيصل امتدت عاني إذا أريد اسولف هواي اسولف لكنه نختصر ما على واقعنا وصلنا إلى 15-12 كانت هي هاي النكبة نقدر نقول نقدر نقول الغصة الآلام بداية الحزن والفراق والعلم 15-12 كان يبتعد عنها يعني علامات الفراق بينت لأنه الاصابة مالتة جدا قوية وظل يعاني الدكتورة قالت لي لو غير واحد لو غير ثائر يومين ما يبقى لكنه بطل ويصارع الموت مع الاصابة الشديدة وفقد أجزاء من عنده وحالة الصحية متدهورة هو بطل يعني معاناة بطل يعني التعارك والموت فبقى تقريباً عشرة أيام مستشهد بعد انطوى كل شيء بعد يعني فإحنا معلومين وفرحين معلومين لأن فقدناه وفرحين لأنه كان ثائر ابن العراق ابن الديوانية ابن الوطن ابن التظاهرات عزيز مثل ما قلناه أنه شب وشاي بكلها أه حزنته ياه توقع أنت التشييع بدأ من جامع الرحمن اللي هو هنا إلى السوق ما يقارب أربع كيلوات يعني تقريباً هاي التشييع مالته ناس مستمرة ما أعرف فمن صحيت دخل ثائر للعمليات تقريب سس ساعات في العمليات إلى أن شوي استقلت حالته بعدين حالته انتكست إلى آخر يوم فأنا والدتي ما أخليها أبدا تجي تشوف ثائره إلى أن الآن تعب يعني ويا عشرة أيام شفت حالته تعبت وأمه خطيئة يعني لازم يشوفه فدزيت على والدتي طبت شافته طبعاً من مناسب والدتي إحنا من دخلناها الثار كانت ما شافة بالثار بس من شاف رجله فبين كل المرضى عرفته من شاف رجله فطلعت فحتى نسيبي قلت لان اليوم كشي ما أريد منعدك تقريب ساعة بالأربعة ونص العصر لتأخذ أمه لليم يرعلي يعني أريد بس هاي الليلة الليلة إذا عدد ثار يعيش مراح انت تشوف الوضعية ساعة ساعة تنتكس وتضعف حالته إلى أن صارت تقريب 11 إلا ثلاث طاني بره وأقف فحاجت إلى ولد محمد محمد العبيدي قلت لمحمد لا بدك ولا بده هذا أمر الله فأنا راح أجي أقرار العديلة بس أجدد فبينما تجددت ورجعت لجي الثار مستشهد ختم و المصيبة اللى بتتلك العالم المعاناة الاكثر اللي تعيش انت ورا الاستشهاد شوية المرأة تشالت يا ابنها ضلعت واجدت اليانا قلت يا الظفال ما عندش حبامة مجارات قلت اهلا والله المرأة وجيخه اصبر وترجف لدى ضلع وراها قلت لانا رجعي رجعي السابعين استالفه ويخبروني يشوفوني ادري اليابان ادري القاضي لان اكلها قطفت التليفون وكطط لتليها لديها بالدري اهلا ويصالب الشارع الوقت المقلوم اقلق حاها قالوا غرفها انضربوا بس صار فينا ونحن نتراكب خلت للوادي شبقة الوادي من اثني المستشفى اللي قانين الوادي بيت صار من المستشفى ايش لون هاي يام عودين خلنا شوفها خلسوا الى فوقيا خلابها وانا باخد تسعة ايام كانت ما في الزار ياهم العاشر قاعت من الصبح صايمة رحت للحفزة قطل الحفزة لينت المكتب قطل الحفزة لين ذكر منك ماسكيش ما اقللي تذبون علي اليوم شرب عصير اليوم شطه هتش اليوم ايجيت منها كآني راسين قعدت قالت يما فتر رح يصح لوذان قتنى اليوم عندها بلا صايمة قعدت شوية خليت وطلعت وقفت لي سيارة قد روح للمستشفى لحقة التبتين قالت لي ما شونت رح الوحد قد روح للمستشفى قلبه ما مرتاح رحق هناك قاعدة الله شاهد على الثاني طلعت واحد واني قاعدة هناك ركبت قال شميش شميش قلت بياها ثائر قال او لا مرة ثاني طلعت قلت له ثاني ثائر ثالث صدقوني قال او لا انشاء الله منقشي وثائر زين ولا طباهة تقالي علي ثائر زين وثائر انشاء الله اتعدت قالت خلنا طبال ما شوفه طبقت له ثائر طبقت له مع القريولة هاي ايدة الكشفة بها من شاف لي انتبه لي شار راسه هتشي حرك راسه يما ثار ليش اتشي الله يما سواها بيكلمة خافوا ابن الله سوا الهتشي بتشارشف بيده صيبعات خرر دموعه مننا مننا ضلت هنا ابو اسبيه من رشلون اجبته مننا وردته مننا ولا تشل تقول عبالك ابن قاعد يسول فوياني قالت الدكتورة خاله ابو اذيته يكتهي يا خاله ابو اذيته هو نفسه هنانا اذا اتعدت هاي الليلة على خير وسلامه احنا بنصر خير المهم اجر جرالي بده شد الله والله والله يا خاله طلعت قتله بفارية ويموت نحمد الله انه زرع زرع طيب والله سبحانه وتعالى كافأ بالدنيا قبل الاخرة واذا احب الله عبدا جعل محبة الناس في قلوبه فنحمد الله على كل حل انه نال الشهادة والله سبحانه وتعالى هو ليعوض اشتركوا في القناة 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 الكاظم التقينا ووعدنا انه خلال ثلاث شريطين القتلة الى ان فجأة حتى الارقام اللي كانت تتواصلوا يعني من رأسة الوزراء اتغيرت وانا غلقت يوميا وعود سنة كاملة احنا بالثالث قطونا خيوط كالا وصلنا الخيوط والقاتل عشر تيام من عندنا بالساحة وهي الخيوط لحد الان يوم وثمانين بالمية يوم سبعين مية بسبب التهاون التفاوت ما نعرف شن السبب من قائد الشرطة هذا المنخي وديري استخبارات عميد ابراهيم السابق وعميد ابراهيم السابق واللي حاليا لواء حربي يعني عميد عباس من دير تعقيقات الارهاب ما نعرف شنو لحد الان يعني احنا لحد قبل عشر تاني يومهم يقل لك جاي نشتغل زين انت لا تقول انا ما جاي نشتغل واحد يقلك انا اجيت سون السلامية لقيت الدعوة ميتة وجايحيه من جديد واحد يقلك احنا بعدنا جاي نشتغل ما نعرف العلة والتخاذ والسبب بيمن ما تعرف هل هي انه عدم ما عندهم ديتش الشجاعة والقدرة يقولون انه فلان شخص فلان جهة يعني وصلنا وياهم انه القانون لكم اطلنا عشائريا ما وصلنا النتيجة وياهم خلي واحد بيكم يطلع يقول ما عندنا الشجاعة ديتشه انه نقول نعلن عن القاتل ما عندنا الشجاعة نتابع هاي القضية يعني ثار كان مني احتاز مبلغ لفلان عائلة يوقف الشخص اللي يعرف امكانيته انطيني اللي عندك انا عندي عوال محتاجة اكو عوال تريد انت الله ممكنك اه يعني ثار انا مرات اذكره برمضان اي الدنيا حارة حارة كلش قلت له ثار وين طالب هذا الحر والله لك خلق قال شبيك انت قال اه الوادن مخطيه يعني راح تجيه وقت فطور ما عنده فطور قلت له بهذا الحر تطلع قلت له والله انا اليوم انك ما اطلع لفراس واناو قال شوف ملوك قال ذنة تلقان هناك هذا الحر بعدين يذني في ذنك الوادن من انت لاقك وقلت لك رحم الله والدك وليف رحمه على خياتك كلش كافي عندي ثار بثورة اكتوبر المجزرة جميل الشمر اللي صارت بالناصرية ثارت شان يمي بالكوفي طلع ورا ساعة وربع خابر ثلاثة وين قال انا بطريق الناصر وقلت له خير قال والله ما اخذ علاجات واحتياجات لاخوتنا بالناصرية واللي انتشر للمقطع الفيديو اللي ما اخذ يعني مساعدات لاخوت اهناك الجرح وهواي يعني كانت الى ايد ومساهمة كبيرة في فتح مركز مرضى ثلاميسية وهواي يعني ثارت شان ما نشوفه خلال يعني بناء هذا المركز ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هواي ثائر مواقف بمالات الله مثلهم يعني اتبنى يعني عن لسان سيد خالد خالد الوهاد يقول ثائر شفته بين يريد يسوله فيها بين متجب جيب وبين متراجع يقول الى انا اجيان قال له سيد اطلب منك طلب قالت فضل قال للغجر مظلومين وحالتهم تعبانة فأتمنى ان نخصرهم يوم بس ما تردن قال اللي يقول ما تتوقعون فرحة ثائر في ذاك اليوم شنو من قلت له انه موافق انه الروح نزلهم مساعدات وفعلا انا هاي سلم من روحت يعني انا وبنختي اموري اللي هو دائم نروح ويطلع ويثار يعني عرفه اموري يعني لا شوف الوادم شلون انهضمت وانقهرت لين ثار ما موجود لانه هو اللي كان مبادرة الهم حتى يوصلون مرة من عندنا انا شن الطالب قلت له ثار اذا حصلت لتعيين اجر يوم قال ان شاء الله فلا انه تخرجت قال لبا اتجر الصبح تجيب له مسلم سكارة قلت له ماكو مشكلة خلت مسلم سكارة الصبح رحيت خابرته يمن محافظة اجاني فنزل لي يضحك قلت له ها قال لي ها السروح قلت له ذا المستمسكات قال لا لا ماريتين قلت له ليش قال مالك انا موجود وابوي موجود ويا قلت له ايه قال له هذا التعيين والله جانه ليدي تيم لا امو لا ابو المعيل وحيد لخواته قلت له ايه قال شفت انت احسن يعني وضعك احسن منه قلت له اي الحل قال قلت له ايه قلت له ايه قلت له انا احسن موجودين يعني قلت لك ثائر كان بيش مراحل انه يفضل على امه وعلى اخوه وعلى والده هيش يعني يكفي فخر ثائر بين تشيعة رح يعني يمكن الاول هو بالمدينة كتشيعة كشاب ما متزوج ما عنده مثلا فد فد شو نقول مظيف مثلا شيخ او شي وصار تشيعة هو التشيعة الاول بالمدينة الناس كلها تعاطفت نسوان يعني طلعت يعني يمل تقاطع مع الاهل الشط نسوان طلعت تلطم وتبشي ناس طلعت بالسوق تمر طشك ليه على المعاش مالته يعني كان تشيع جدا 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 مهيب اكثر الاوقات بحيث واحد ما يشوف الثاني حتى لان احنا اول شيء بالاي لقاء اول شيء ينذكر هو ينجاب يعني اسم ثائر الذكر المواقف يتذكر شو انت كان يخابر اصدقائي ساعد جماعة تأوين شن نروح وان شن نقعد شن كلامه شن حتية والان انت من تذكر ثائر تذكر بني اشياء بالبداية سقد يكون احنا القريبين نعرف اشياء اخرى عن ثائر بس الناس اللي بعيدة من تعرف ثائر تعرف ثائر بمالات الله تعرف ثائر بأعماله تعرف ثائر بطيبته مواقفه يعني ثائر ما اعتقد احسن ديواني هاي خلي نحصر الموضوع لقد ديواني ما اعتقد انه ثائر عنده موقف سلبي واي واحد يعني إلا قد يكون عنده موقف سلبي من الناس اللي تجروا من الناس اللي يعني أدت المواطنين أما أنه كموقف مع أشخاص يعني ما أذكر أي موقف سلبي أنا سنتقاعد بيت أهلي واتصل علي أسعد أخوه أحمد العراقي قل لي ضربه ثائر طيب قلت شون ضربه ثائر طيب قل لي وطبق التلفون هذا أنا بس خلصت تلفون طبيت على الفيسبوك مباشرة الحادث يمكن صال لا دقيق كثير يعني أنا ما أعرف شون سخطي سيارة يعني ما أعرف ما أذكر فتوجهت قبل للمستشفى بتاع يعني والكلام ما يمكن يوصف هذا الحادث دخلت شفت الديوانية كلها هناك مستشفى الديواني الشباب يعني كلهم موجودين وأعلم موقف إنه نشوف ثائر اللي بداك الحال اللي هو به يعني ما أتشتتمنى في يوم نشوف ثائر هيتي أبدا والله يعني كل اللي يتمنى أن نشوف ثائر يعني موقف الفرح اللي كان دائما هو يرسمه من يزوجون أصدقائه كان ثائر حتى لي قعد بينا بالحنة أو كذا يقوم يركصه يقول لأن عيب واحد يجد صديق أو ما يبين للفرح فتشنا نتمنى نشوف ثائر بهذا الموقف مو بالموقف اللي شفناه بيه رغم إنه هو لازم كل واحد بينا يعرف الإنسان الباحث عن الحق هي نتيجته تحديدا بهذا البلد الإنسان اللي يشوف نفسه وعايش فيه أمان معناه خلي يعرف نفسه أنه هو مهادين الباطل ثائر مهادين الباطل ترجمة نانسي قنقر في القومية أسحة ترجمة نانسي قنقر جمعت وأشته library أشهر في القومية المهم طلعوا لي جرجل للنسبة طلعوا لي لقيت ابن عمته ما يقدر يباوع لي لا يقدر يسولفوا إياه بس يباوع هجودر قلت له محمد عمه شبيك قال لا بابي أشي والله يا خالق فاره واما وخابرين قالي لنا لا أكل شي ولا تقل له أمي آني مره مريضة يا خالق هم بدل شرائين أمت عينهم والعدة والمعدة ذباهن علي سوال عملية نص الدرب يشيلت سيارة منه ويدي كامل ودخلنا نحن لقينا الدنيا مقلوبة قاله فاره تلقوا هاج قلت لكم وأنا تدري بيا بعد يومي وجو قاله وباتر وبعد أسبوع وبعد أجرت أيام وحصلنا الخيط وإن شاء الله خير وأنا قعد هنا هم يسول فورا دقينا ورطوا منا لا من يضرعون ثلاث مرات أربعة مرات جاء المحافظ جاء هذا مات الأمين جاء مات الاستخبارات وين الخبر وين وين الخبر صارنا سنة سنة واربعين يوم هم اش حطوا اتجابوا هنا شطوا هنا ما تقل لي قلوا له هذا كتالة ويتم روحوا احنا نصرفوا الكتالة بعد يعني شرده قل له بعد شرده قولا هم انا يوميا شارده ودازبيني يوميا شارده ودازبيني انا البرحة بلالهاش انا اعتقد انه الحكومة المحلية هي اصغر من انه نتحدث بالمطالبة من عدها الحكومة المحلية غير قادرة على اي عنصر منفلت اما الحكومة المركزية فهي حكومة حفاظ على العملية السياسية وحفاظ على الكتل السياسية اللي هي متهمة بشكل عام سقد يكون الموضوع يعني مارد يعني اخصصة هي متهمة بشكل عام بالتقصير بالبحث عن مستهدفي الشهداء لكن هي ملزمة لذا اتكلم لك ضمن الاطار القانوني هي ملزمة بالكشف عن المجرمين هي ملزمة بالوصول لجميع القتلة وان لم تتمكن هذه الحكومة فان الحق ورب العالمين في يوم من الايام سيضع الجميع تحت طائرة العدالة احنا تاعر قلنا راح لدار حقه لكنه المشكلة اللي صارت علينا انه القوة الامنية من خلال التحقيق يعني اشهد الله الواحد الغيري انه ممكن ما يبقى على قيد الحياة من الضغوطات النفسية يستعملون اساليب يريد يسحبك الى بكلام حتى يدينك واخذنا عدة وعود وهذه مذكورة بفيديوهات مذكورة بتصاريح هذه انه الجهات الامنية اه قطتنا وعود وتصاريح ولقاعات ومؤتمر صحفي بانه لزمنا وصلنا الاخيوط الى اخره هذا الشهر صارت علينا ضغوط نفسية جدا يعني جدا جدا قوية بالعكس صارت هم قاموا يضغطون علينا مو احنا نضغط عليهم قاموا يضغطون علينا بالمواعيد ومواعيد كلها كاذبة واحنا نعرف انها تسويف ونعرف انها مماطلة ونعرف تستر ونعرف فقبل عشر ارتيام وجهنا رسالة والرسالة كانت من قبل الشباب التشرينيين كان لها صدى واسع بصراحة حتى صار لها ثقل ببغداد وكانت ردود فعل قوية على الجهات الامنية خلال السبوع الماضي اتحركوا انه يردون شلون يبردون هاي الحالة مالتنا هاي الانتفاضة من ثلة من اصدقاء ثائر بالاضافة الى عائلة ثائر مش لو راح ينتصوها فبقشة الوسائل حاولوا انه يوسطون او ما شكل ذلك انه ما قدرنا احنا ما رضا اخنا لانه نعرف المضمون شينو هو بالمناسبة هو الجهة معروفة لدى الجهات الامنية معروفة يعني ومشخصة معروفة ومشخصة لكنهم ما يقدرون لانه يخاف هذا انه ما عنده مبدأ ما عنده مصداقية ما عنده ولا ما عنده ما يحمل مهنية يعني مش اريد اوصف هو قليل بحقهم فانطيناهم فانطيناهم فترة اليوم الاحد فهم اخترقون يعني قالوا يا ابا احنا راح لازم تجون نلتقي بكم فسولوا فتوية العائلة وهذه طلعنا بنتيجة بانه نروح لهم بس احنا نعرف ما يدور نعرفه لقدام والمضمون نعرفه لقدام بدون ما يسولفون بس حسسونا اكو شي ملموس يعني اكو فتش يعني اكو بوادر يعني واحد يسول فيها اكو موضوع يعني شوف يعني استهلاكي لكنه الاستنتاج من خلال حديثهم من خلال بعض الجهات الامنية هم مركبات مداخلات وحدة وحدة فاستمعنا الجهة الامنية هذه يعني استفشرنا خير يعني حسينا اكو اكو انتاج بالموضوع وان يكن انه هو هذا يغطي او قضايا يعني قضايا امنية انه يريد مثلا نوصل للنتيجة وهذه المهم فطلعنا بنتيجة وموعد موعدنا كان يوم الاحد انه نطلع تصعيد فصار طلب من عدهم انه يوم الاربعاء الاربعاء الصور الاسبوع الفائت يوم الاربعاء يوم الثلاثة حصت مشكلة يوم الاربعاء المشكلة تعقدت لانه كانت عدة حلقات القضايا الامنية يعني الجهات الامنية مرتبطة بقاعد الشرطة كرئس هرم امني بالنسبة للشرطة هو رئس الهرم قيادة الشرطة وبعدين تدرج فحسينا بشيء انه الحالة مالتنا انحصرت بجيها معينة انحصرت يعني من خلال الحديث احنا طبعا متابعين لهاي الحالة فانحصرت بمكان احنا بصراحة فرحنا لكن للاسف الشديد اصطدمنا بشيء ما كنا نتوقعه يعني صار مثل التحدي مثل يقول لك ما تقدر تحكي مثل يقول لك انت بس تحكي يخرب كل شيء فعانوا ابني متحفظين يعني ما نقدر نسولف انه نقول يا با جهة سين او صاد هي المسؤولة هذا هذا طبعا راح يذر الى مردود سلبي على القضية وبصراحة انه هاي معاناة السنة معاناة السنة اكثر من معاناة عشر تيام وقاعد نعانيها احنا كعائلة الشهيد انا ما رايش انا غير دم اخوي ما رايش لا حقوق ولا ايش هذا النواق هنا حقوق واجب ما حال يتفضل عثان عليهم بس انا رايش دم اخوي ايليش ما عدا كل استعداد اكتلون وطون كتال اخوي انا انا وصلت الكل الابواب لا قيادات بقت لا رأس الوزارة بقت لا رئيس وراء وزير دفاع بقت كلها التقيت بيها محل وصلنا لنتيجة ما تعرف هذا التخاذل والتهاون وهيش الدم عندهم رخيص بالدم ما يضيع ممكن يمي يمك يضيع بس يم رب العالمين ما يضيع ومستحيل يضيع دم بريء سوى يعني هو دائما احنا سوى اعتبار يعني وشان كلهم كنتم فيلكم اصدقائي بس دولة لهم خصوصية باعتبار احنا ربين اسوى فشان كلامه اشون يعني باب الخوة قال حسن كلها عرس يتحنين تنعرس كان حلو باني عرس حلو باني يبجي تسوى عائلة حلو باني يتعين لهم مكان بحيث يجيب رزق الاهل وشي يعني فتش بسيط بس هو ما صار ما صارت ما صارت يعني واحد يذكر يذكر مثلا الرسائل مالتة الصور مالتة اللي كان يدزل من اردن حقيقة فتر من فترات يعني صار خلاف يعني خلاف تقريبا أكثر من سبع سنوات بس يعني ما شكيت يعني اعرف قلب ثار واعرف يعني يعني راح يجي يوم نليان نرجع وفعلا يعني وحتى من وراء ما صارت يعني بيانات رابط يا هو قام يبجي قال لسه ما شكيت لا ما شكيت يعني 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 راح يكون هناك اكو اكو جمعة مرتة ثانية او لقاء مرتة ثانية نسأل الله رحمة رحمة الواسع ف احنا يعني احنا نعاني والله نعاني من مشكلة يعني يعني نعاني من مشكلة انه يخاف يسعبون الكلام يقولون يا بأ انتم فشيتوا اسرار مع العلم هما ما يطولنا اسرار لكن احنا نعرف من خلال علاقتنا بهم علاقتنا ضمن القضية وليس علاقة شخصية صادقة لا من خلال انه لقاءاتنا وياهم ونعرف انه نعرف شنه اللي يحملوه مختصر مفيد الجهات الامنية زاعدا القضاء زاعدا بما يسمى رئيس لجنة امنية محافظ لا تعمل من اجل دماء الشهداء لانه الشهيد طلع يريد يريد وطن يعني توقعوا اتصال من مكتب رئيس الوزراء اليوم هذا شي مسوين ما مسوين قلت لانا ما مسوين كل شي ما مسوين قال صار سنة قلت لأي صار سنة وبدأ مبني ما هو تعويضات قلت لانا ماري تعويضات انا كل شي ما اريد انا اريد دم ابني عندك فائدة تفيدني بهاي شغلة قال المهم فبختام كلامي يعني احنا هس وصلنا المئة متر الاخيرة مئة متر الاخير يعني هس احنا عدنا جهة وحدة لكن هاي جهة الوحدة راح تتعب ابنه واي والجه هاي مسيطرة على كل الوضيع وتعرفون كلها محزبة وكلها مكبلة واحنا نسأل من الله ان يلتطف علينا برحمته ويطلع دم ابننا تمنت يا بني عريس والشبان يزفونك خضب بدمك يا بني وزلوفك أعلمتونك تمنت يا بني عريس والشبان يزفونك خضب بدمك يا بني وزلوفك أعلمتونك يا بني اختصرت الدنيا والجنة بين عيونك زفوها القمر زفوه وبفيض الدماء حنوه رافع راسي يا ابني بالشهادة شف نور وحهي برفرف سعادة في وسط القلب دفنوه يلي الجمال وصاف لم لاك لك زفا فبوه الله ياك الله ياك الله ياك الله ياك يولي دي الله وياك طول دهر ما انسى الله ياك الله ياك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة